إيه لك في القصة الجميلة دي؟ القصة مأساوية كبيرة بتشمل عديد من القضايا والمشكلات الأسرية اللي احنا دايماً بنتكلم عليها مشكلة أولى مشكلة العنف الأسري مشكلة تانية مشكلة البخل العاطفي والمدي ما هو دايماً بنقول البخيل المادياً بخيل عاطفية فهي بتعاني من البخل العاطفي والمدي مشكلة تالتة عدم وجود حد يسمعها أو يحبها ما فيش احتواء ما فيش رحمة بيها ما فيش حب ليها وهي افتقادها للحب والحنان ودي أهم الأمور اللي ممكن تخلي عندنا حد صحيح نفسياً وصحيح جسدياً حتى هي حتة أنه هو يكون عنده حب وحنان حواليه إنما دي مفتقدة هذا الأمر فبالتالي دي كلها مشكلات مشكلة كمان مهمة جداً هي سألتها في الآخر وتقول قوليني نعم دي ده آخر حاجة يعني طبعاً قالتها هي حتة أن هي المستقبل قدامها مظلم حد يبقى الدنيا مقفلة في وش يقولك الدنيا مقفلة قدامها بس أنا ما تجيب ليش ناية القص الأول لا لس عايزة ساعة كتير قوي طبعاً أنا مش بجيب يعني بس قوليني يعني فيه جملة وحودات كل تاوة أنا بسمعها على طول بس ما بعترضش يعني بس أنا عايزة اعترضت ليه البخيل مادياً هيبقى بخيل عاطفين مع إن المشاعر مش بفلوسه وبيخاف بس يطلع من جيبه أو من قرشه لكن لما يقول كلمتين ما يقول لاش ليه ليه دايماً البخيل مادياً يبقى بخيل عاطفين هي وكأنها صفة شاملة فيه هو ما بيطلعش على فلوس ولا بيطلع مش يارب بيطلع أي حاجة يبتبقى صفة عامة موجودة فيه خلي بقى لحضرتك أنت حضرتك بترفية نظرنا الحاجة مهمة جداً هو ساعات فيه واحد يبقى بخيل على الحواليه بس مش بخيل على نفسه طبعاً نبخل على الحواليه وخلع نفسه ليه لا فيه حد بيبخيل على نفسه يفضل برضو معه الفلوسه بس برضو يجيب لنفسه حاجة لبس أي كلام ما يجيبش لبس بالفترات الطويلة ما ينزهش نفسه زي ما بيقوله كده ومعه الفلوس مدكنها يقولك المستقبل إنما فيه حد يبخل على أولاده ويبخل على زوجته ما بيخرش على نفسه اللي ما بيخرش على نفسه ده يطلع على نفسه بس واللي حواليه كمان ممكن يطلع لهم شوات مشاعر اللي هما بيخلش عليهم يروح يصهر مصحابه يروح يعمل حاجة مثلا مع عش عارف إيه تجوز واحدة كلام ده ما بيبقاش بخيل عليها بقى دي ليه بيطلع شوات بقى المشاعر اللي عنده مع هؤلاء مع هذه الشخصات لكن في الواضح العام هو البخل صفة عامة بتاخد المشاعر وبتاخد كمان التصرفات طب هو البخيل يخلف ابن بخيل زيه؟ ده ورث ابن ورثه؟ لا طبعا الصفات دي من الصفات المكتسبة وفيه صفات عندنا أصلا دي خلاص بنتولد بيها طبيعي اللي هي ممكن تكون بعض الصفات الشخصية وإن كان برضه في الآخر ممكن نعدلها طالما مش جثمانية يبقى احنا ممكن نعدلها إنما الصفات اللي هي مثل زي البخل والعصبية والكرم مش عارف إيه هي صفات ممكن اكتسبها من المجتمع المحيط باية بسودي من يلك العصب يجيب عصبية؟ عشان المجتمع هو قاعد في حاجة البيئة المحيطة بيه في هذا الأمر فبالتالي بيعمل كده إنما يستطيع أن هو يعدلها في الآخر هي مش موروثة هي مش حاجة اتولد بيها وأصبحت صفة فطرية فيه ولكن هو موجود في وسط بيئة بتعمل هذا الأمر ممكن يخليه يكتسب شافة الناس مثلا الأب والأم وبخلاء هو كمان يطلع زيهم طب المسر اللي بيقولك من جاور السعيد يسعد ده في علم النفس ليه تحليل أو ليه آه ليه تحليل لأننا بالتالي لما هكون جان بحد بيدحك اللي يقولك حتى السعادة بتعمل الناس هيودي هذر معي ويكلمني هيودي خرجني من الأمور اللي أنا فيها فبالتالي هيبقى سعيد هيبقى سعيد